يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله نعرف أن هذه البلد المباركة بلاد آمنة وقد تميزت على كثيرٍ من بلاد العالم بهذا الوصف لكن هذه الصفة قد اعتراها بعض الأمور والمخاوف في هذه الأيام فما هي أسباب الأمن الحقيقية التي يطالب بها الأفراد لكي يحصل لنا جميعًا الأمن والاستقرار وتدوم علينا هذه النعمة العظيمة الأسباب أولاً أول الأسباب التي يحصل بها الأمن إصلاح الأعمال والأقوال الإصلاح يصلح العباد ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ويتوبون إلى الله من ذنوبهم سيئاتهم يرجعون إلى الله عز وجل ثانياً الدعاء الاكثار من الدعاء الاكثار من الدعاء فإن الدعاء مفعوله وتأثيره عظيم وله مكانه عند الله سبحانه وتعالى وثالثاً ما ذكرناه من عدم الخوض والدخول في أمور لا يحسنها هؤلاء هؤلاء عدم الخوض فيها والدخول فيها وتوكل إلى الذين وكلها الله إليهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم والذين يكونون مقام الرسول هم العلماء لأن العلماء ورثت الأنبياء فالرسول يوم كان يرجع إليه عليه الصلاة والسلام في شخصه لما توفي يرجع إلى أهل العلم الذين هم ورثت الرسول صلى الله عليه وسلم فيترك الكلام بهذه الأمور وأيضاً مما يثبت الآمن بإذن الله مما يثبت الآمن بإذن الله حسن الظن بالله وعدم الياس وعدم القنوط والثقة بالله عز وجل يكون عند المسلم ثبات عند الفتن ولا يتضعضع ولا يحدث عنده شكوك أو أوهام أو وساوس بل يثق بالله عز وجل يثق بالله يثق بنصر الله ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما حدث كن عنده ثقة بالله واعتماد على الله سبحانه وتعالى نعم